يا لاوي دي تتشال من ان دي استعنى عشاقة بالله يا لاوي يا امه هي تقيل قوي كده ليه ده الراجل ده يا امه دماغهم شيعة استنى قبل ما نبدأ الحلقة احب اشكركم جدا على التعليقات الجميلة واللايقات ويا رب تنجح يلي تعمل لايك وبوك امك يحجوا اللهم امين وكالعادة يا سادة يلا نصلي عن نبي في قلوبنا علشان انتو تاخدوا حسنات واحنا كمان ناخد حسنات ومش هنطول عليك وبس نحب نقول كلمتين لكل واحد مش بيصلي يلي ما بتصليش انت ما بتصليش ليه خدها فرصة رمضان داخل عليك واعمل حسابك ان انت مش هينفع عليك سيوم الا بالصلاة يعني لو ما صلتش من الايام ديا ودخل عليك رمضان وقلت هسوم من غير صلاة مش هيتقبل منك سيوم مش هينوبك من سيامك غير الجوع والعطش يلا يلي ما بتصليش مستني ايه اعكد النية وقوم اتودى وصلي واعمل حسابك لو صليت كل مشاكلك هتتحل دا كفاية بس راحة البال اللي انت هتبقى فيها وربنا سبحانه وتعالى قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة انضنقة فانا عايزك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك سؤال واحد انا ما بصليش ليه ومش هنطول عليكم واخر كلامنا الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة انزل يا ابني بالحلقة هيا حاجة امني جبت كم غسالة وكم تلاجة وكم بتجاز قديم بصراحة انا لا جبت غسالة ولا تلاجة ولا بتجاز قديم ولا اشتريت حاجة من اساسه يا لهوي اساسه ايه وراسه ايه ودي له ايه يا حاج هو انت يا راجل انت مش عارف ان وراءك جوازة وانا بصراحة كده بقى يا حاجوجي نفسك جوتك وافرح بيك ما 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 خلاص مفيش كمان جوازة ها لس يا اخويا لس ما تخافشي في دي بالذات مش هتعصب ايوة صحيح ويالي هيعصبك في دي دا دي الحاجة الوحيدة اللي مش هتعصبك بس للأسف في موضوع تاني هو دا اللي هيعصبك لا 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 قبل ما اتعصبني تعالى عجمدي وحكيلي وفرحني وقولي يعني ايه ما فيش جوازة هاي وكده الله ينور عليك احكيلي بقى وانا ماشي يا ستي بالعربية وبشتري حاجات قديمة للبيع وعمالة نادي واقل غسالة اللي جات بتجازات قديمة حد يبيعلي يا جدعان عدت من شارع ما عرفش ان هو شارع العروسة عشان كتأيلالي ان هي بنت ناس كويسين واغنية وفي حتة ركية والحتة اللي انا كنت معدي فيها دي كتحتة شعبية ها كمل قامت لابسة انكابل استاذة ومنادي علي من البلاكونة وقالت لي تعالى اطلع انا عندي حاجات هتشتريها كلام جميل قول طلعت يا ستي عشان اشتري الحاجات افوجة الاقي العروسة وقال ايه كمان هي اللي مش عجبها بتقول انت اضحكت علي واشتغلتني وقلتني ان انت موزف محترم وانا فعلا موزف محترم ايوة يا اخويا طبعا محترم هي دي عايزة كلام وزعلت بقى ان انا باشتري حاجات قديمة وقالتلي انت خلاص من سكة وانا من سكة تانية والله يا حج انت اللي كسبان يا اخويا ما انا عارف ان انا اللي كسبان بس مش هو ده اللي معصبني خالص على فكرة ها قولي بقى اللي معصبك مدام فرحتني اللي معصبني ان المدير بتاعي شافني وانا باشتري حاجات قديمة وحلف ايمانات المسلمين انه هيفصلني واتصلت بصاحبي قال لي فعلا تطلع لك كرار فاصلي من الشركة يا لهو يا حج ده فعلا لك حق تتعصب وتتدايق طب والحل ايه والله يا العزيم يا حج انا مش عارف الحل ايه خلاص انا هروح دلوقت الشركة وحاول ارجع يمكن يرجعوني تاني يا ريت يا حج تروح وتحاول ترجع الشركة تاني لحد ما ادور على شركة انا اروح اشتغل فيها ان شاء الله خير يا حج بس اهم حاجة ارجع الشركة ومفيش حاجة اسمها جواز تاني ها ها جواز تاني ولا جواز تاني ولا جواز تالت ولا جواز رابع انا كريت حاجة اسمها جواز انا حياتي كلها اتدمرت وبازت وتشقلبت ما تقلقش يا حج ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن هروح الشركة وان شاء الله يرجعوني يا رب يا حج يا رب سلام عليكم بقولك ايه يا سيادة المدير اموريني يا سيادة كل الامر لله وحده يا سيادة المدير انا بصراحة كنت عايزة لغي الاستقالة وارجع الشركة تاني هو اللي بيخرج بيرجع تاني برضو يا سيادة كل ما انت عارفة النظام خلاص قدمت استقالة واحنا قابلناها مفيش رجوع عشان خطري يا سيادة المدير انا جوز اتفصل ومش عارفة هنعيش ازاي اللهي انا قلتلك اللي عندي ودي كوانين شركة مش هنقدر نرجع في كرادتنا ومش هنقدر نغير حاجة في الورق خلاص اللي حصل حصل واللي جرى جرى هو ده اخر كلام عندك يعني يا سيادة المدير مفيش حل تاني لا والله للأسف ولا حل تاني ولا حل تالت هو ده الكلام النهائي بالنسبة للشركة ماشي يا سيادة المدير شكرا العفو يا سيدي هيا يا حاجة تمنيني عملت ايه عرفت ترجع الشركة تاني بصراحة يا حاج مريديوش يرجعوني يعني ايه الحل بالزبط كده يا حاجة هنشحت ولا هنموت من الجوع ولا هنشحت ولا هنجوع يا حاج هتنزل تشتغل زي الاول على العربية بتعربة بك يا يا لاوي يعني هتبقى دي النهاية هشتغل بتعربة بك يا وهعيش وموت بتعربة بك يا اصبر بس يا حاجة لحد ما تمسك لك منها قرش كويس وتفتح لك مشروع يمكن يا اخويا ربنا يكرمك وتضغيني وتبقى زي عبدالغفوري البراعي تصدقي عجبتني الحتة دي بتاعت عبدالغفوري البراعي ايوة وللأ انزل واشتغل واكتهد وانت تلاقي انت شجعتيني يا حاجة انا هنزل دلوقتي وهروح واشتغل واشتري كل حاجة قديمة في البلد روح يا حاج منصور ان شاء الله وبإذن الله هتبقى عبدالغفوري البراعي اي حاجة قديمة للبيع غسلات قديمة تلاجات قديمة بتجازات قديمة للبيع يلا الربا بك يا بك يا بك يا ارزقنا يا رب وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا لما علنا عبيدك يا رب يلا البيك يا البيك يا البيك يا البيك يا اللي عنده حاجات قديمة يا جدعان يا عمو ايوه يا حبيبي امورني ماما بتقولك عندها تلاجة قديمة وعايزك تيجي تبص عليها علشان تشتريها بس كده من عيني حاضر هو انت ساكن فين بالزبط هناك يا عمو في العمارة اللي قدامك دي في الدور الرابع يلاوي في الدور الرابع هنزل بالتلاجة من الدور الرابع بس يلا كل يهون علشان عبدالغفور البرع يلا يا حبيبي علشان نروح نجيب التلاجة يلا بينا يا عمو هي دي التلاجة يا استاذة اللي انت عايزت بيعيها ايوه هي دي التلاجة هتخدها بكم بقى والله يا استاذة شوف انت عايزة فيها كام وانا الدهولك دي هاخد فيها 500 جنيه لا 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 كتير قوي كده يا استاذة اوعي تستنصحي وتشغل دماغك علي ده انا قبن عن جدا في الشغلانة دي طب قولي طيب هتدفع فيها كام خلينا نخلص في البيعة دي اخرها خالص ربعمية خمسة وتسعين هو الراجل ده يا ابنا مدرك هو بيقول ايه بس يا واسيب وادم مقتنع خليه وانا والله ما هنزل لك كلمة ادفع ربعمية خمسة وتسعين وشيل التلاجة اتفدلي يا استاذة وادي فلوسك كمان حضرة توتو على كبوتو تسلم يا رايس وانا مش هعد وراك اتوكل على الله وشيل التلاجة مبروك عليك الله يبرك فيك يا ست الكل يا لاوي دي تتشال منين دي استعنى عشاقة بالله يا لاوي يا امه ايه تقيل اوي كده ليه ده الراجل ده يا امه دماغه مشيعة مش مهم يا واد اهم حاجة خدنا اللي قلنا له عليه ده الراجل يا امه نزل الخمسة جنيه ما حسسني ان هو نزل نص تمانها عادي بقى ربنا يسلح حاله ها هي فين هي راحت فين العربية فين والحمر راح فين يا لاوي يا جدعان بابابابا اقولك انت هو ما شفتوش عربية كره بالحمر بتاعتها كانت واقفة هنا واحد خده ومشي بيها من شوية من ناحية دي ها يا لاوي العربية بالحمر اتسرقت اجري الحقها يمكن تلاقيها اول راجل دهبل ولا ايه اول بيتسرق بيرجع تاني خليه روح يدور ولما يرجع يبقى يدور برضو ها 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 ه اشتغل بتاع ربابك يا العربية اتسرقت والحمار كمان اتسرق هتعمل ايه يا حج؟ هتعمل ايه؟ هروح بقى اجيب التلاجة واشيلها على داري لحد البيت وراح اودها للحجة يمكن تعفو عني يا لاوي يا حزن الحزن يا مرك يا حج التلاجة فين؟ ايه كمان اتسرقت؟ رح اتفلوسك يا حج واتخرب بيتك يا حج ضعت عربيتك اتكره وحمارك يا حج حتى التلاجة لا ديمة تسرقت يا حج مالك يا حج جاي وضرب لي بوز ليه؟ وانت ربنا ما كرمكش النهاردة وماشتريتش حاجة قديمة؟ لا من ناحية اشتريت حاجة قديمة اشتريت اشتريت تلاجة اوي مبروك يا حج مبروك وده اول شغلنا قولي اول حزننا اول بختنا المايل اول صدمة ناخدها النهاردة ليه بس بتقول كده يا حج كفلة الشر؟ علشان 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 العربية تكره تسرقت والحمار وكمان التلاجة يا حزن الحزن يا مر المر يا سواد الحلل العربية ايه؟ بتقول ايه؟ سمعني كده قلت ايه؟ تسرقت يا حجة تسرقت يا لهوتي يا خرابي خلاص بقى يا حج خلاص بقى يا خوية ما تعملش في نفسك كده اللي حصل حصل اللي حصل حصل ازاي بس يا حجة؟ ده احنا مش هلاقي ناكل ولا هلاقي نشرب ولا هلاقي اي حاجة انت قعدت من الشغل وانا اتردت من الشغل حتى العربية والحمار اللي كنا معتمدين عليهم اتسرقوا ده غير فلوس التلاجة اللي انت دفعتها كانت اخر حاجة معانا خلاص بقى يا حجة هو انت بتفكريني وتوجعي قلبي اكتر ما وجاني سيبيني بقى الواحد في القوضة لحد ما اخلص واتحلل واتبخر انا زهقت من الحياة يا حجة ما تقولش كده تقدر تعمل كل حاجة كل اللي بتحلم بها تلاقيه سيبك بقى من شعارات الفشلة دي ما خلاص لا هينفع بقى باتمان ولا هبقى حتى سوبرمان بس ينفع تبقى بتاع خضر قد الدنيا ها بتاع خضر اللي هو يلا لوطة مجنونة ياوطة يلا التماطم والبصر والخيار بعشرة ايوة يا حج هو ده هو بس ازاي واحنا ما عناش فلوس نشتري حتى اخدار علشان اقف ابيعه ما تقلقش التاجر معانا وهيدينا البضاعة وبعد ما نبعه نديله حقه اشتعليك يا حجة وعلى افكارك النايرة كده بقى اقدر اقولك ان انا ممكن ابقى باتمان وسوبرمان وبتاع خضر قد الدنيا يلا التماطم بعشرة مجنونة ياوطة مجنونة يا حلوتك يا حج وانت معلم خضر قد الدنيا على فرشته ايه رأيك يا حجة ايه موسيمة ايه موسيمة وحلق ببرمة كمان ياخويا ان شاء الله يا حجة انا متفائل بشغلانة الخضر دي عن بتاعت الربابك يا بكتير ده انا هبقى معلم فواكه قد الدنيا طول ما انت ماشي مظبوط يا حج وعينك مش زيغة على النسوان ان شاء الله ربنا هيكرمك لا 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 نسوان ايه خلاص الحج تغير بقى واحد تاني لما نشوف يعني مش كل ما تلاقي واحدة حلوة هتجري وتبقى عايز تتجوزها انا برضو يا حجة خلاص انا مبقاش في دماغي غير الخضار وبس هكون مستقبلي من الخضار وهعيش ليكم انتو بس لما نشوف هروح انا بقى اعملك شوي الطبيخ ترمي بهم عدمك لما ترجع روح يا حجة واتطمني انا متفائل يا رب كريمو يا رب ده غلبان والله غلبان خش على الخضار ابتاز خش يلا الطماطم بعاشرة يلا البصل احمر يلا بطاطس الالية يلا الخضار ويلا الخيار لو سمحت يا انكل يا بتاع الخضار ممكن اعرف الطماطم بكم ومخصولة ولا لا اب 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 انكل ده انت اللي انكل الطماطم مخصولة ولا لا الطماطم لو مش مخصولة نخسلها لك يا جميل وبكم اعتبريها ببلاش ربنا يخليك يا انكل يا بتاع الخضار بتاع الخضار علشانك يركب طيارة ويشتغل طيار بس يا انكل عشان بتكسف المهم عايزة تماطم وبطاطس وبصل يبقى اكيد هتعملي صنية بطاطس صح ايوا صح اعمل صنية بطاطس ايه ده ده بسم الله ما شاء الله على الطول يا ما نفسه اهز النخلة ونزل بلح اللي زيك يا جميل ما يتعبش ايدي الجميلة دي في الطبيخ اعمل ايه بس يا انكل لا 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 اول حاجة نسيبنا من انكل تاني حاجة بقى انا هاخد الطماطم والبطاطس والبصل واروح اوديهم للمحل اللي ورانا يعملك احلى صنية بطاطس انت تقعودي هنا زي الهانم قاعد فين عالكرسي ده ايوا طبعا ده لو ما شالكيش الكرسي اشيلك على دماغي تسلم يا انكل ايوا اللي ينور عليك ما تتحركش بقى من عالكرسي وانا هعمل معاك كل الواجب بس المهم كنت عايز اسألك على حاجة هو انت مرتبطة؟ انا؟ لا مش مرتبطة كلام جميل اديني بقى رقم ماما ماما تكموي يا حاج ها؟ اللي حاجة؟ ايوا يا اخويا الحاجة هو ده اللي هتمشي عدل ومظبوط؟ والله يا حاجة انا كنت عايز بس اعلمة طريقة عمل البطاطس صحيح ده اللي عمره ما يتعدل ولو علقه في قالب طوبة من دي النوبة والله يا حجة علق انت بس القالب وان شاء الله اتلقيت عدل ودلوقتي وصلنا لفكرة التعليقات وادم قاعد بتسمعنا لحد دلوقتي يبقى انت كده في اي بي واول تعليق معنا من عبد الرحمن وبنقولك قدين حطينا اسمك هو يا عبد الرحمن ومعنا طارق من المغرب واحلى تحية لكل اهل المغرب ومعنا احمد وبنقولك ما تدعجش يا احمد وادين طلعنا اسمك ومعنا كريم وبنقولك احنا كمان بنحبك يا احلى كريم ومعنا حليم وبنقولك انت اجمل من الفيديوهات كلها يا حليم ومعنا شريف زكريا وبنقولك احنا كمان بنحبك يا شريف ومعنا الدرديري وبنقولك ربنا يخليك لنا يا درديري ومعنا عمر وبنقولك انت احلى يا عمر ومعنا محمد محمد السيد وبنقولك احنا كمان بنحبك جدا يا محمد ومعانا عبدالواحد من اليمن وأحلى تحية لكل أهل اليمن ومعانا عبدالله صالح وبنقولك إحنا كمان بنحبك يا عبدالله ومعانا أمير إسماعيل من شبرى الخيمة وأحلى تحية لكل أهل شبرى الخيمة ومعانا محمد وبنقولك ربنا يخليك لينا يا محمد ومعانا أبو علي وأم علي من اليمن وأحلى تحية ليكم وأحلى تحية لكل أهل اليمن ومعانا ملك ناصر وبنقولك أنت أحلى يا ملك ومعانا سلمة وبنقولك احنا كمان بنحبك جدا يا سلمة ومعانا رودينا وبنقولك احنا كمان بنحبك يا رودينا ومعانا مونة رفعت وبنقولك احنا كمان بنحبك اوي اوي يا مونة ومعانا الشيخ عمر هشام وبنقولك منورنا يا شيخ عمر ومعانا احمد من مصر وبنقولك احنا كمان بنحبك جدا جدا يا احمد ومعانا ساميرة من المغرب وبنقولك احلى تحية لكل اهل المغرب ومعانا أشرف الشريف من سعيد مصر وأحلى تحية لكل أهل السعيد ومعانا مازن من مصر وبنقولك ربنا يخليك لنا يا مازن ومعانا علاء من اليمن وأحلى تحية لكل أهل اليمن ومعانا عمر وبنقولك إحنا كمان بنحبك يا عمر ومعانا ياسين الرشيدي من مدينة رشيد وبنقولك أحلى تحية لكل أهل رشيد يا ياسين ومعانا ظهرة من شمال سينة وبنقولك أحلى تحية لكل أهل سينة ومعانا محمد ابن الحلاوي من اليمن وأحلى تحية لكل أهل اليمن ومعانا أمين أبو ناصر من اليمن وبنقولك أحلى تحية لكل أهل اليمن ومعانا نورهان وبنقولك ربنا يرزقك بالزرية الصالحة يا نورهان ومعانا رهيب البريه من اليمن وبنقولك أحلى تحية لكل أهل اليمن ودلوقتي وصلنا لنهاية حلقتنا وما تنسوناش في التعليقات الجميلة بتاعتكم واللايكات سلام موسيقى